وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام والتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف وعنوين البرنامج بدر السلام عليكم وليكم السلام أحسن الله عليك شيخ حياك الله يا بدر إزاك الله خير على البرنامج الجميل الله يحفظك شيخ أنا عندي صديق وأنا معاه نحفظ القرآن نعم فهو يحفظ مع تعلم من التفسير من كثير المهذب مختصر وأنا أحفظه بدون مختصر ولا تفسير نعم فقط فمن تصرفه صحيح أنا ولا هو إن شاء الله يا بدر إزاك الله خير أهلا وسهلا فضل علي السلام عليكم عليكم السلام الشيخ أندي ثلاثة أسلحة فضل سؤال الأول بالنسبة لبعض الناس يعني يتعصب لبعض الأقوال أو لشيخ معين يتبع شيخ ما لا يعني ما يتعصب لقول معين أو ما الحكم في ذلك ما يسمع يعني يعني اللي رأي ثاني شيخ لا يخطان إن شاء الله سؤال الثاني بالنسبة للطفل الأنبو ما الحكم يعني أريدك وما هي أحكامه وهل يعني يلقى إليه بعد مدة فتاة طويلة إذا ما حمله إن شاء الله واضح سؤال الثالث بالنسبة للحديث من لم يدعو الله يغضب عليك ما حكمه هذا الحديث خينه إليه أشكور بارك الله يا علي تفضلي عفيثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أتصلك الأسبوع اللي فات عن من القرآن اللي قلت لك بعثت فيه التحبيق أيوة أنا الحمد لله يعني درسنا في المدرسة التجويل أحكام النور الساكنة والإضهام والإخطاء كلها لكن المشكلة ما أعرف أطبقها على القرآن يعني أطبق تطبيق فعلي على القرآن هو هذا لكن مخارجي في القراءة والترتيل الحمد لله ممتاز يعني فأنا لما انتمعت إجابتك الله أني صراحة مر يعني أنبسطت الحمد لله الحمد لله الله يزاك خير إن شاء الله يا رب عفيفة نعم ممكن تقرأين الفاتحة الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالي ما شاء الله عفيفة أنا لو أدر رسكي عطيتك امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ما شاء الله لا قوت بس عندك شوي صراط الذين أنعمت عليهم أيوة انتبه أنعمت علي فأنت ما شاء الله الله مبارك وأقولي لأختك مثل ما وصيتك أنك تنتبه تشجعك ما تحبطك بارك الله فيك وأنت على خير ومثل ما قلت لك أنا ما أقول مجاملة ما شاء الله الله مبارك قراءة ممتازة وسليمة الله يبشرك بالجنة يا شخص يا مرحبا مرحبا عثيفة وعندي سؤال لو سألين فضلي طيب الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة صح؟ نعم طبعا لو صلينا خارج المسجد يعني في التوسعة يعني نفس الشيء ولا لازم يكون جوء في الحرام؟ إن شاء الله طب في السؤال برضو يعني ما يكون الأصل أنا في الصحن والكعبة قدامي يعني هل أنظر للكعبة ولا موضع التجود في الصلاة أنا في الصلاة نعم هل التكبيرة يعني يقولون أن في التكبيرة في الصلاة وكل تكبيرة لعشرة حسنا هل هذا صحيح؟ كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة؟ إيه لما ننكبر نقول الله أكبر لما نسجد نركع يعني كل تكبيرة لها عشرة حسنا تقولوا هل هذا صحيح؟ إن شاء الله يا حبي جزاك الله مرحب أختي مرحب مرحب من؟ تماظر فضل يا تماظر السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أنا أحب أسأل عن أمي سابقا كانت مريضة سرطان وكانت تعالج بالاجتماوي بعد ذلك صارت تعالج بعلاج الهرمون نعم فالناس قالوا أنها مستحقة لصرف عليك مال من الدولة عن طريق الضمان الاجتماعي فراحت للدكتور وأعطاها تقرير بحالات يعني بحالات حسنا لو أنت تعالج بالعلاج الهرموني مش الكيمان نعم فلما قدمت يعني تقرير الطبي حق الضمان الاجتماعي رفضوا قالوا أنه لازم يكون العلاج بالكيمان يعني ما يعطون المال إلا حق العلاج الهرموني نعم وبعد فترة ارجعت مرة ثانية سخص من الأشخاص يعني توسط لها في الضمان الاجتماعي قدم تقريرها أنها أيضا تتعالج بالاجتماعي وفق كامل لحالاتها فهم تقديرا لحالات يصرفون لها أعلاد يعني 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 يكون المبلغ هذا أقل من المال اللي يعطونا حق الكيمان فهي الآن تقول هل يعني بعد ما أخذت المال وكذا فإنها يعني أخذت مال مش من حقها لكن يا تماظر بالنسبة للأخ اللي توسط أخبرهم الحقيقة ما كذب أيوه وهم نظرا لحالتها يعني أي لأن التقرير موجود فيه الحقيقة كاملة يعني نعم واضح واضح أختي واضح أبشر تفضل تفضل أيضا عن أمي كانت سابقا متافرة بالطيارة والمضيف أعطاهم البطنيات نعم فلما جات تنزل من الطيارة وصلت يعني المنطقة يعني يعني المعاهد المعاهد يقال لها عادي تخفي معك هذه البطنية أخذتها أمي بكيساتها وكلا وحطتها يعني عندها في بيت ما أستخدمتها ولا شيء بعد فترة سألت طيار من اللي اشتغلهم في خطوطه السعودية وقالت هل يجوز أن نأخذ هذه البطنيات أخذتها أخذتها مش من حج المسافرين إلا أن يأذن لكم المضيف طبعا أمي أخذتها من دون أن يأذن لها المضيف نعم والآن أمي الآن متحسفة على هذا الشيء الضطانية موجودة بكيساتها يعني ما تدري أشياء توفيها فالله يعطيك أبشري مرحبا أبو صالح عليكم السلام رحمة الله بركاته إياك الله أبو صالح مرحبا والله إن شاءلي أن تولي عمرك تفضل إن شاءلي لو أن الله يحفظك يعني لنسمع يعني ما عرفنا يعني يعني في حديث أو أو في السيرة يقول من عراد من عراد يلعب نفسي فلن يكذب من أراد من عراد يلعن نفسه وانتو بكره فليكذب يلعن نفسه أيوة فليكذب يكذب يكذب يعني أيوة وشلون يلعن نفسه ويكذب من عراد يعني يكذب أو يلعن نفسه إلا جاء كذبة قصية يعني يكذب أي يعني قصدك هل اللعنة يعني مثلا تتحوز عليه يعني الكذب سبب من أسباب اللعنة اللي تحل عليه أيوة طيح السؤال الثاني السؤال الثاني الله يحفظك حتى ما قرأنا في القرآن أو في الشيء هناك أربع كتب سماوية نزلت على الإنبياء عليه الصلاة والسلام هل تحص إبراهيم وموتى تعتبروا عنه من الكتب هذه إن شاء الله على الله يحفظكم مرحبا مرحبا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله حياكم الله شيخنا عندي سؤالين عندي السؤال الأول عندي ما شاء الله يعني يعني عيالي فيرقدون ويوم أوعيهم من الرجال يعني صعب جدا أن يقومون للصلاة الفجر يعني حتى يوم أحياني على صلاة الظهر فأتعب ويهم يوم أتعب يعني أخليهم رقود ويوم يقوم يصلوا أي وقت يعني قبل الظهر أن الساعة عشر يعني أي وقت يقوم يصلوا نعم بس أنا أتعب ويهم نعم قو يعني نعم الله يعني وما أدري ما أدري يعني شاء سوي إياهم وبعدين أبو طيط أعرف أوقات الصلاة يعني من من وقت أدنى الفتر يعني ليها أوقات تانية ولي لا لا قصدك سنة الفجر لا مرة نسميت كلام يعني أنت قلت أن في أوقات للصلاة يعني مثلا في الصلاة هي وقتها يعني أي أمرنا نصليها في الوقت اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه نعم ففي تتقول يعني ممكن يكون يعني الساعة عشر أو حداش يعني ممكن يصلي سرعة الفجر ها يعني قصدك القضاء يعني أيوة نعم يعني هم بيكونوا رقود أنا صراحة ويد ويد أتعب ويهم ما بشوي يعني نعم الله يعينك الله يعينك لا والله يعني ساعات بعد أقول يعني يوم يقومون من الرقود يصلوا أقول يعني أنا السبب أن ما لحيت عليهم يعني إن شاء الله يا محمد شكرا مرحب مرحب أختي مرحب مرحب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي بالأمس الأخ فيصل من الكويت بقي للسؤالين سأل فيصل عن السجود هل يكون بتقديم اليدين أم بتقديم الركبتين فيصل بارك الله فيك هذه من المسائل التي حولها خلاف عريض وطويل وقوي أيضا في القديم والحديث في مسألة هل النزول بالنسبة للمصلي ينزل بيدي أم ينزل بركبتي إذا أراد السجود فيه قولان لأهل العلم جمهور العلم ذهبوا إلى أنه ينزل بركبتي وهذا مذهب جماهير أهل العلم على أنه ينزل بركبتي والقول الثاني قالوا بأنه ينزل بيدي ينزل بيدي والخلاف في هذا مشهور ومعروف وسبب ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير والزيادات التي جاءت في الحديث محل بحث عند أهل العلم مسألة طويلة وفيها مصنفات ولكن ونبه إلى مسألتين ونبه إلى مسألتين المسألة الأولى بإجماع العلماء بإجماع العلماء على أن من نزل بيديه أو من نزل بركبتيه صلاة الصحيحة ولله الحمد والمن لكن هذا راجع لاجتهاد مثلا العالم أو طالب العلم لما يبحث المسألة مثلا بحث متعمق هو يمتلك الأدوات عنده القدرة على التمييز بين الأقوال وبين الأدلة ممكن هو يطبق هذا لكن بالنسبة للصلاة صحيحة التنبيه الثاني لا يجوز ويحرم أن يجعل من هذا الموضوع سبب من أسباب الولاء والبراء والاختلاف بين الناس لأنه وللأسف الشديد بعض الناس يجعل من هذه المسألة قضية القضايا وتجده ينكر على الناس ويوالي هذا ويعادي هذا على مسألة هي سنة من السنن يعني كما يعني يذكر العلماء هي من جملة السنن ذكروا بأنها من جملة السنن وحتى لو قالوا بالنهي قالوا مصروف إلى الكراهة لا يبرك قالوا مصروف إلى الكراهة والمعنى يا أخي الفاضل أنه لا يجوز أن تجعل هذه المسألة محل الولاء والبراء ولا محل الانتصاب والانتصار ولا محل تفريق الناس وإنما يترك الناس على ما هم عليه أنا أحببت أن أنبع على هذا لأنني أنا على علم بأن بعض الناس محب للسنة لكن يخطئ الأسلوب والطريقة و لا يمكن أبدا لحكم شرعي أن يكون سبب من أسباب تفريق المسلمين و أي مسألة سببت فرقة إما أن يكون الضعيف إما أن يكون الدليل ضعيف أو الخطأ في المستدل أو الخطأ في المستدل فتنبه لهذا فيصل يسأل أو يريد نصيحة لمن ابتلي بالتدخين النصيحة لمن ابتلي بالتدخين أن يتق الله عز وجل و أن يبتعد عن مثل هذا العمل الذي حرمه كثير من أهل العلم و كرهه آخرون و يكاد الآن الأمر يكون محل إجماع عند العلماء بحرمة التدخين يكاد أنا ما أقول يكاد لماذا؟ و ذلك للتقارير الطبية و للإنذارات الصحية التي تطلقها الوزارات و الدول حينما تحذر من التدخين و أن التدخين سبب رئيس من أسباب كثير من الأمراض و أهمها و أخطرها السرطانات عفان الله و إياكم جميع المسلمين و التدخين إذا تأملنا فيه نجده بأنه يدخل ضمن قول الله عز وجل و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم و باتفاق العقلاء على أن التدخين إذا أردنا أن نصنفه هل هو من الطيبات أم من الخبائث باتفاق العقلاء بأنه من الخبائث و ليس من الطيبات و النبي عليه الصلاة و السلام حذر من أن يقتل الإنسان نفسه و بيّن عليه الصلاة و السلام بأن من تحس سما في الدنيا فمات بسببه تحساه في نار جهنم و التدخين من جملة السموم المؤثرة و لذلك أنا حقيقة طلعت على أحد العيادات عيادات مكافحة التدخين من أحد الفضل و أراني صور لأرئتين و للمريء و لأشياء بالنسبة للمدخنين و الله مقززة و منفرة و بشعة جداً حيث أن التدخين هذا يعني يصنع صنع خطير جداً في جسد الإنسان و ربنا جل وعلا يقول و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة قل جل وعلا و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و أحسنوا و الإنسان يستطيع يجاهد نفسه الآن بعض الناس يعني لو قالها الطبيب ممنوع تأكل اللحم الأحمر ممنوع تأكل النشويات مثلاً مثلاً يمتنع حفاظاً على الصحة طيب العقل كلهم اتفقوا على أن التدخين مضر و لا يذكر و لا فائدة واحدة في التدخين التدخين و لا فائدة الخمر قال جل وعلا يعني ذكر فيه منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما لأن فيه يمكن في التجارة يعني قصد الدنيا مع حرمته حرام التدخين و لا فائدة و لا فائدة و أيضاً الشريعة جاءت بالمحافظة على مقاصد الخلق الخمسة و من جملتها المال و من جملتها النفس و التدخين حرق للمال الآن لو أخذنا شفنا رجل ماسك عشر دراهم و العشرين درهم و يحرقها مثلاً ماذا نحكم منك و مجنون هذا أنت الآن قاعد تحرق مالك و جسدك ليس فقط المال تحرق مالك و تحرق رئتيك و تحرق الجسد هذا الذي هو ليس ملك لك إنما ملك لله و أنت مطالب بالمحافظة عليه و بصيانة و لذلك أنا يعني نصيحتي لإخواني و الله نصيحة حبية نصيحة أخوية نصيحة رحمة هذا الدخان لا خير فيه فيه إسراف فيه تبذير فيه إهلاك للنفس فيه موت بطيء يعني الإنسان يقتل نفسه بمثل هذه الصورة موت بطيء كثير من الناس ماتوا بسبب الدخان و أتمنى من كل مدخن أن يزور العيادات هذه التي حقيقة تطوع فيها كثير من الفضل الحريصين على الناس و حريصين على صحة الناس يزورونها و يفتشوا في الصور يشوفوا الملفات يشوفوا الوفيات الذين يعني كانت سبب الوفاهية مثل هذه الأشياء زد على ذلك أن الإنسان يجب أن يراقب الله سبحانه و تعالى و يجاهد نفسه تدخين من المفترات و الخروج منه يحتاج إلى مجاهدة نفس و خطوات عملية و عيادات مكافحة التدخين حقيقة توفر مثل هذا البرنامج الذي يستطيع من خلاله المدمن على الدخان أن يتخلص من هذا الأمر بدر من الشارق يقول أنا و صديق لي نحفظ القرآن يقول هو يحفظ مع قراءة تفسير مختصرة من كثير يقول أنا مختصر على الحفظ يقول أيهما أحسن و أيهما أفضل كلاكما أو كليكما محسنين يا بدر بارك الله فيه كثر الله أمثالك و جميل و الله أن نسمع مثل هذه الصحبة الطيبة الصالحة يعني يجتمعون على طاعة الله و على حفظ كتاب الله و على حفظ حديث النبي السلام و على قراءة في التفسير هذا شيء عظيم و جميل و أما الأفضلية فأنت محسن و صديقك محسن و هذه المسألة يا بدر ترجع لطبيعة الإنسان في من الناس اللهم بارك عنده القدرة أنه يعني يحفظ سريع و مع الحفظ ممكن يقرأ في التفسير و في ناس لا القراءة في التفسير تشوش عليه فما نستطيع نقول أنت أفضل أو هو أفضل هي على حسب الحال و القدرة و لذلك أنت إذا قلت والله أنا يصعب عليه و أريد أنني أحفظ القرآن كامل أو أحفظ مثلا أغلب القرآن و لا يعني يكون هناك مثلا شيء يعيقني مثلا استمر في هذا و صاحبك إذا كان ما شاء الله يعني عنده القدرة على أن يحفظ و يقرأ في التفسير أيضا هذا شيء جيد علي من عمان يسأل يقول بعض الناس يتعصب لبعض الأقوال و بعض المذاهب أو بعض الشيوخ مثلا لا يسمع إلا لواحد يا علي بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن يتعصب لكتاب الله و لسنة رسول الله عليه الصلاة و السلام هذا أمر أجمع عليه أهل الإسلام و لذلك طاعة الله و طاعة رسوله عليه الصلاة و السلام تكون بالاستسلام لهم بالاستسلام لهم و بالوقوف على قنطرة التسليم لكتاب الله و لسنة النبي عليه الصلاة و السلام و لذلك قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قال جل وعلا إنك لا يقول جل وعلا يقول سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين والنصوص كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومي أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أما ما سوى القرآن والسنة فينظر فإن كان الصحابة أجمعوا على شيء فقولهم أيضا يتعصب له وأما إذا اختلفوا في مسألة فنستعمل المدركات العلمية ونستعمل الخطوات التي يستعملها أهل العلم في قضية الترجيح بين القولين ولذلك نجد علماء الأصول يقولون من أهل العلم من يقولون بأن قول الصحابي حج مطلقا ومن أهل العلم من يقولون قول الصحابي ليس حج مطلقا ومنهم من توسط وهذا والحق فإن كان قول الصحابي لم يخالف أحد فهذا إجماع سكوتي وأما إن كان قد خالفه أحد فتبدأ عملية الترجيح بين القولين باستخدام واستعمال المدركات العلمية المعروفة وليست قضية هوا وتشهي فينظر في القول وأما من سوى ذلك فالجميع متفق على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد كلمتهم السواء التي اتفقوا عليها من دون اجتماع لكن هكذا كانوا يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صاحب هذا القبر وكان يقولون إذا رأيتم قولي يخالف قولاً وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائض وكان يقول الإمام محمد لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعية ولا سفيانا ولا كذا وخذ من حيث أخذوا لأن هؤلاء أخذوا من القرآن ومن السنة فلا يجوز للشخص أن يجعل شيخاً أو شخصاً محلاً للانتصاب والانتصار والولاء والبراء بحيث أنه يجعل الحق منحصر فيه فالحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق الحق ليس متمثل في العلماء أو الدعاة أو كذا لا وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق فكلنا نخطي ونصيب الآن لإما الأكابر الأماثل هؤلاء أصحاب المدارس الفقهية مثلاً نجد لهم مثلاً روايات أو أكثر من قول لماذا؟ لأنه يقول القول فيطلع عليه من الغد إما بنصيحة ناصح وإما بتوسيع قراءة والطلاع وإما بتفطن بعد ذهول فيرجع إليه ولا يبالي ويستغفرون الله جل وعلا الإمام أحمد كان ذكر له أكثر من ست روايات أحياناً الإمام مالك يفتي بالشيء فيقول له بعض طلابه بأن هذا فيه أثر أو فيه حديث فيرجع من كرسيه من الغد ويعتذر ويقول هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك من الخطأ الكبير أن يجعل الناس بعض الأشخاص محل للانتصار والانتصاب والولاء والبراء ويجعل الحق ماثلاً في هذا الشخص هذا غلط نحن ديننا ولله الحمد الحق الذي نتعصب له في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعني يا علي حينما نقول هذا الكلام أننا نزري بين العلماء أو أننا نحتقر العلماء أو أننا والله نسقط هيبة العلماء أبداً أبداً ما يجوز هذا العمل أبداً وإنما العلماء تبقى لهم الحشمة وتبقى لهم المكانة والمنزلة ولا يجوز إسقاطهم لكن نحن مثل ما قال بعض العلماء لما قالوا لهم بأن الإمام أحمد قال أحمد بن حنبل حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا من أحمد الله أكبر لكن الحق أحب إلينا من أحمد الصحابة فيما بينهم كان يرجع بعضهم إلى بعض عمر بن الخطاب في قضية الاستئذان لما استأذن بعض الصحابة إليه ورجع فما أذن له بعد نادا قال لماذا لم تدخل؟ لماذا لم كذا؟ قال استأذنت ثلاثاً فلم تأذن لي قال من أين لك هذا؟ قال حديث عن النبي سلم عمر قال تني بشاهد وإلا أوجعت ظهرك ضرباً يعني لأن عمر ما كان محيط بكل شيء مثل أبو هريرة أبو هريرة كان ملازم للنبي عليه الصلاة عمر يذهب إلى السوق ويذهب إلى بستانه مثل أبو بكر الصديق بقية الصحابة فأتاه بشاهد فقال إنما أردت أن أتثبت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بأن هذه المسألة حقيقة الكلام فيها طويل لكن عموماً هذا هو الذي ذكره العلماء في قضية التعامل مع الأقوال ومع الأشخاص ومع المذاهب ألي أسأل عن حكم طفل الأنابيب الأصر في أطفال الأنابيب المنع يا علي بارك الله فيك الأصر في هذه المسألة المنع إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك وإحتاج إليه مثل أن يقرر الأطبة بأن هذين الزوجين لا يمكن أن يحصل بينهما حمل إلا بهذه الطريقة وذلك إما لضعف عند الزوج أو لضعف عند الزوجة مثلا أما إذا كان تأخر طبيعي لأن من الناس من يقلق شوي عنده مثلا خمس سنوات أو ست سنوات ما حمل عفوا ما حملت المرأة الرجل سليم والمرأة سليمة التقارير كلها الطبية سليمة فهنا يلجؤون أنا لا أنصح بهذا وبناء العلم يمنع لأن اللجوء إلى عملية أطفال الأنابيب إنما للضرورة والحاجة وهذه المسألة هي من يعني يترك الإنسان الأمر لله عز وجل وأنا أعرف أناس بقوا 12 سنة ثم وفقهم الله بأولاد ومنهم بقي سبع سنوات ومنهم عشر سنوات أعرف وأعتقد يشاهدوني لأني أعرفهم جيدا الحمد لله بشكل طبيعي وفتح الله عز وجل لهم يعني باب الذرية فلذلك أنا لا أنصح بالإقدام على شخص ما عنده مشكلة أما اللي عنده مشكلة والتقارير الطبية كلها قالت بأنه لابد ما يمكن إلا بهذه الطريقة ممكن بالشروط التي يذكرها العلماء بأن المرأة تلقح يعني تقوم على التلقيح طبيبة ويعني لا تكشف يعني يعني بالنسبة لعورتها أكثر من قدر الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها يلا يا أم أحمد بن عمان على السريع لو سمحت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يحاديك يا شيخ أنا عندي سؤال الأول أنه بنت تدرس يعني في عمان بس بعيد منطقة بعيدة والداوم من السبت وترجع الخميس يعني قدر مئتين كيلو زيادة بعد هل يجوز هناك يعني تقمع وتقصر الصلوات إن شاء الله يا محمد سؤال الثاني أنا تنسوي عملية حرقولي وظهري قبل ثلاث سنوات وأصلي على كرسي من ذلك الفترة لين توقع توقع تحاولت بصلي يعني على الأرض أنا واقفة ما قدرت عادة أصلي على الكرسي مرة ثانية ولا أصلي في الأرض أنا وقالفة يعني تستطيعين الصلاة على الأرض هي على الأرض استطيع بس أقوم وأجلس ما أقدر أتعب شوية عندي القلب شوية واتعب النصخ لكن بالنسبة للكرسي تستطيعين القيام هي هي إن شاء الله أبشرين محمد والسؤال الثالث زوجي يتكلم يعني يكلم حريم وأنا أجلس أصوخ وراء الباب يعني أصوخ وراء الباب يعني علي شي أنا أصوخ وراء الباب واللي عادي ايjo سويت أنت زوجك يتكلم نسا هي تكلم نسا تكلم نسا وراء الباب يعني يتألفون وناس سمعوا نساسا وراء الباب يعني تتسمعين عليها هي هي ونكلم إن شاء الله يا محمد أشكر الشيخ الله يخلي مرحبا مرحبا طيب أرجع للأسئلة عندي علي من عمان يسأل يقول الحديث من لم يدعو الله يغضب عليه يا علي بارك الله فيك هذا الحديث الذي أحفظه من لم يسأل الله يغضب عليه وهذا يشير إلى أن الذي لا يسأل الله عز وجل كأنه مستغن عن الله وهذا من سوء الأدب في التعامل العبد مع ربه ولذلك الإنسان لديه فقر ذات و فقر صفات والله جل وعلا لديه الكمال المطلق كمال الذات و كمال الصفات و كمال الأفعال جل وعلا وتقدس فحاجة العبد إلى ربه حاجة ضرورية لا تنفك ولا لحظة ولذلك من الأدعية المشروعة اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحدا من خلقك ترف تعيب فالإنسان محتاج يا ربي في كل لحظة الآن هذا الماء الذي تشربه لو حبس في بطنك هلكت فأنت تحتاج إلى أن تسأل الله عز وجل أن يعافيك و لذلك من الأدعية في أذكار الصباح اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري فالإنسان النعم الله كثير عليه فلابد أن يستحضر هذا المعنى و يسأل الله على الدوام عفيفة من السعودية طبعا عفيفة تذكرت سؤالها فيما سبق بأنها كانت تقرأ يعني تقول عندي إشكالات في التجويد أختها طبعا قالت لها كلام سببت لها نوع من الإحباط الحمد لله يعني نفخنا فيها روح الجد و أعطيناها بعض الكلام و الآن اليوم أثبتت لنا عفيفة بأن اللهم بارق قراءتها سليمة و طيبة و هذه رسالة لكل من يشاهد لي أعينوا الناس على الخير أعينوا الناس على الخير لا تكونوا حجر عثرة في طريق هؤلاء السائرين إلى مثل هذه الأعمال الطيبة و لذلك عائشة كانت تقول لا تبغضوا العبادة لا تبغضوا الله إلى عباده قال لها عبيد بن عمر أو عمر بن عبيد قال لها و كيف ذلك يا أمنا قالت يقوم أحدكم فيصلي فيطيل الصلاة و يخطف فيطيل الخطبة يعني ينبغي للناس أن يحببوا العبادة إلى الناس أن يحببوا حفظ القرآن إلى الناس و بعدين الآن السؤال من الذي قال بأنه لازم الواحد يقرأ القرآن قراءة يعني مثل ما يقرأها القراء و الحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع الذي علمنا و وجهنا و بيّل لنا يقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة و الذي يقرأ القرآن و يتتعتع فيه و هو عليه شاق له أجران ما معنى تتعتع يعني يهجي القرآن تهجيه و يقرأه و قراءة بصعوبة كيف و ما شاء الله عفيفة اللهم بارك قراءتها غاية في الروعة و الجمال هنيئا لك يا عفيفة و استمر في هذا الطريق و يزيد من حفظك و اعتني ببعض الأحكام التي تعتقدين أنت بأنك تحتاجين إليها عفيفة تسأل عن الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة للتوسعة تقول هل تأخذ نفس حكم مئة ألف صلاة نعم كل ما أحيط بالكعبة من المسجد سواء البناء الأول أو التوسع الجديد كله يأخذ حكم الصلاة في الحرام بل أزيدك أمر آخر و هو الصلاة في الحرام منطقة الحرام و ليس المسجد الحرام لها حكم الصلاة في المسجد الحرام و الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة و سن في صلح حديبية و كان خارج مكة لما يأتي ليصلي يدخل إلى منطقة الحرام الحدود يعني فلكن هذا لا يفعله الإنسان تساهلا و تكاسلا و إنما يحرص على الصلاة في المسجد الحرام عفيفة تقول إذا صليت في الصحن و الكعبة أمامي النظر أين يكون يكون إلى محل السجود يا عفيفة بارك الله فيك يكون إلى محل السجود في القول الراجح من أقوال أهل العلم و ما ورد بأنه ينظر إلى الكعبة لا و إنما كلام العلماء قالوا إذا كان يشاهد الكعبة يتجه إلى عين الكعبة أخذ من هذا بعض الفقهاء فهموا من هذا أن عينه إلى الكعبة لا و إنما عين الكعبة يعني ذات الكعبة يعني بناء الكعبة يتجه إليه ما يتجه إلى جهة أخرى و هو ينظر إلى الكعبة أما الذي لا يرى الكعبة فيتجه إلى جهتها هذا المعنى عفيفة تقول هل هناك حديث أن في كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة عشر حسنات عفيفة أخت الفاضلة في حدود اطلاع و علم لا أحفظ في هذا شيء لا أحفظ في هذا شيء أن في كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة عشر حسنات ما أعتقد أنه ورد في هذا شيء و إنما الثابت أن النبي عليه الصلاة و السلام صح عنه بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بـ 27 درجة و أن الإنسان إذا صلى أتي بذنوبه على رأسه فإذا ركع و سجد ذهب الذنوب و شيء من هذا الأحاديث أما أيضا الخطوات إلى المسجد حسنة رفع رجله بحسنة و حطها بخطيئة يعني محو خطيئة و غير ذلك مما ذكره أهل العلم في فضاء الصلاة تماظر من السعودية تقول الوالدة سابقا كانت مبتلات بمرض السرطان و كانت تأخذ الكيماوي بعدين نصحت بأن تأخذ يعني علاج هرموني تقول بأن لما أتت الضمان الاجتماعي قالوا لا المقرر عندنا الكيماوي ما نعطيك شيء من هذا فتوسطت شخص فذهب و عرض لهم الحالة و القضية و قال لهم بأنها محتاجة إلى علاج هرموني و حالتها المادية كذا و كذا و و أفقوا عطوها تقول للوالدة دخلها شك هل علي شيء أبدا ما علي شيء ما دام الرجل الذي دخل و أعطى بيّن الصورة و الحالة و لم يكذب في هذا و لم يغش و إنما قال هذه الحالة و أعطوها صدقيني بأنه ما دام التقرير مكتوف في هذا لا يستطيع و لا يجرع موظف أنه يخالف النظام لأن أحيانا قد يكون النظام فيه مرونة فممكن تقدير الحالة فأعطاها و لذلك طمئن الوالدة ما دام أنهم لم الحمد لله لا هي و لا الشافع الذي شفع في موضعها لم يكذب و لم يدلس و لم يغش الوضع الطبيعي و للا الحمد و المنة و طمنيها و لا توسوس في مثل هذا الأمر تماظر أيضا تقول الوالدة كانت مسافرة و طلبت بطانية في الرحلة ثم لما أرادت النزول قال لها بعض المسافرين خذيها معك هذه من حق لك بعدين تقول سأل الطيار قال لا إلا بإذن المضيف قالت أنا ما استأذنت المضيف تسأل الآن ما العمل العمل سهل جدا وهي المرور على أكبر أقرب على أقرب مركز لشركة الطيران إذا كانت مثلا نفس البلد تقولون والله هذه أخذناها من الطائرة يعني خطعا فتعطونهم إياه تعطونهم إياه هذا أقرب يعني أفضل حل يا تماظر بارك الله فيك تروحين أنت أو أحد أخوانك يودونها و يقولون سامحونا أو يحصل اتصال بمركز مثلا العمليات في الطيران هذا أو جهة معينة تخاطبون الإدارة والله بطانية كذا و كذا و كنا نظن بأنها من حق الراكب تبين أنها خلاف ذلك يعني شهادة الطيار فماذا تقترحون قالوا لكم جبوها ودوها قالوا لكم مسامحين مسامحين أبو صالح من أبو ظبي يقول يعني نسمع دائما بعض الناس يقول من أراد أن يلعن نفسه فليكذب أخوي الفاضل هذا ليس فيه يعني نص حديث و لكن معناه تقريبا صحيح فإن الكذب من كبائر الذنوب من عظائم الآثام و خطيئة من الخطايا الكبيرة و لا يليق بالمسلم أن يكذب و لذلك يجتنب الإنسان الكذب لكن هل ورد حديث بمثل هذه الصيغة الجواب لا أبو صالح يسأل عن الكتب السماوية يقول هل صحف إبراهيم و موسى من الكتب السماوية أخوي الفاضل بارك الله فيك نعم هي من الصحف السماوية و الكتب التي جاءت في القرآن هي التوراة و الإنجيل و الزبور و القرآن و صحف إبراهيم و موسى كما في آخر سورة الأعلى في صحف إبراهيم و موسى أم محمد من رأس الخيمة تقول عيالي يرقدون و ما أستطيع أني أصحيهم إلى صلاة الفجر تقول ما يصحون إلا قريب صلاة الظهر يعني تقول أعاني منهم معاناة شديدة و أيضا مسألة الأوقات تقول يعني أنا سمعت بأنه ممكن يقضون الصلاة في وقت صلاة يقضون الفجر في وقت صلاة الظحى أم محمد بارك الله فيك و أصلح الله لك النية و الذرية و أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنة أن يصلحنا و أن يصلح أولادنا و أولاد المسلمين و أن يبارك لنا و لكم و لهم إنه خير مسؤون بالنسبة للأولاد لا شك بأن تربيتهم تحتاج إلى جهد تحتاج إلى تعب و لذلك ربنا جل و على قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم و أهليكم نارا و قودها الناس و الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون و بالنسبة لأولادك اخت الفاضلة يعني لا بد أن تبحث ما هو السبب في عدم قيامهم لصلاة الفجر فقد يكون التأخر في السهر يعني تأخرون يسهرون متأخرين فتحتاجين بارك الله فيك أنك أنت والدهم يوجههم إلى قضية النوم المبكر النوم المبكر الأمر الثاني قضية الأكل أيضا سبب من أسباب يعني ثقة للرأس و ثقة للبدن يعني مثلا تأخير العشاء هذا من الأشياء المضرة بالنسبة لمن يعني أراد القيام إلى صلاة الفجر فيثقل عليه القيام كذلك المعاصي و الذنوب و الآثام سبب من أسباب الثقة نسأل الله ثقة للروح فما يستطيع الإنسان أن يقوم إلى صلاة الفجر بسبب أنه يبات و ينام على معصية و للأسف الشديد كثير من الأولاد يعني لديهم بعض الممارسات الخاطئة و المغلوطة في مثلا تعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي و هذه قد تؤثر على قلوبهم و على أرواحهم و الأمر الآخر يعني احرصي في هذا الوقت يا أختي الفاضلة أمم محمد احرصي على قضية الترغيب أكثر من الترهيب لأن الوقت الحالي من المهم جدا أن يكون عند الإنسان حكمة و يكون عند الإنسان يعني نظر إلى الزمان و الواقع فاحرصي على كثرة ترغيبهم و أيضا بيان ما يعده الله عز وجل لمن يحرص على صلاة الفجر كونه في ذمة الله و كون الملائكة تشهد يعني ملائكة الليل و النهار يشهدون المصلين في صلاة الفجر و الله تعالى سمى صلاة الفجر قرآنا و أيضا النبي عليه الصلاة و السلام بيّن بأن من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الفجر و عن صلاة العشاء و المسلم لا يليق به أن يتخلق بأخلاق المنافقين و لا أن يتلبس بشيء من صفاتهم و احرصي بارك الله فيك و اكثر لهم من الدعاء و لا تيأسين في سجودك و في صلاتك و خالص صلاتك و إن شاء الله ما دام أنك أنت صالحة و أبوهم صالح و البيت كل صلاح سيصلحون بإذن الله تعالى كما قال تعالى و كان أبوهما صالحا و لذلك الصلاح الآباء يؤثر في الأولاد من حيث الصلاح بإذن الله جل و علا أكثر لهم من الدعاء و لا تيأسي أختي الفاضلة و البالغ منهم أنا أنصحك و أنصح كل أحد أنك تجلسين مع جلسة تقولي لأنت الآن معك سقاؤك و حذاؤك أنت الآن مكلف الآن بدأ يجري عليك القلم منذ أن يبلغ الولد جرى عليه القلم فتنصحينه تقولي الآن الله عز وجل سيسأل أنا في الفترة الماضية مسؤول عنك الله بيحاسبني الآن بيحاسبك أنت أنت المحاسب الآن أنا ما ليه علاقة أنت محاسب عند الله بمجرد أن بلغت و لذلك هذا الكلام سيؤثر فيه بإذن الله و ستزرعين فيه أيضا الثقة و ستزرعين فيه المراقبة لله عز وجل و بإذن الله جل و علا مع الوقت إن شاء الله لكن هذا لا يعني أن الإنسان يهمل يقول خلاص مدام أنه بلغ خلاص لا ينبه برفق و بلين و مثل ما وصيتك بالدعاء لهم أما قضية الصلوات نعم يا أخت الفاضل فاللي يستيقظ قد فاتته صلاة الفجر يجب عليه أن يصليها مباشرة سواء استيقظ بعد طلع الشمس أو في وقت الظحى أو حتى بعد الدخول وقت الظهر لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال لمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك مع التوبة والاستغفار طبعا مع التوبة والاستغفار والندم لأن هذه خطيئة كبيرة و ذنب عظيم بعض الناس الآن يعتقد الذنب فقط هو المعصية لا لأعظم من المعصية ترك الواجب ترك الفريضة هذا أعظم من المعصية فليترك صلاة الفجر متعمدا هذا على خطر على خطر ولو قرأوا أقوال أهل العلم والله ما أعتقد أن أحد عنده مسكة إيمان أو مسكة عقل أن يترك مثل هذه الصلاة كلام العلماء خطير خطير في قضية يعني التساهل في ترك صلاة الفجر تعمدا أم أحمد بن عمان تقول عندي بنت تدرس في منطقة بعيدة تبلغ المسافة 200 كيلو من السبت إلى الخميس تقول هل تقصر هناك؟ الجواب لا يا أم أحمد الله يرضى عليك قول للبنتك إذا وصلت هناك تصلي الصلاوات بأوقاتها ما دام أن تبقى من السبت إلى الخميس فهذه إقامة ثانية لكن هي راجعة في الطريق إذا أدركتها الصلاة في محطة أو في مكان ممكن أنها تجمع وتقصر لأن هذا يصدق عليه اسم السفر لغة وشرعا أم أحمد تقول مسوي عملية في ظهرها تقول كنت أصلي على الكرسي ثم جلست على الأرض تقول الآن يعني بالنسبة لي هل أرجع إلى الأرض أم أرجع إلى الكرسي تقول بالنسبة للكرسي أقوم وبالنسبة للأرض لا ممكن أنني أسجد أيهما أفضل؟ الأفضل جلوسك على الأرض لأن السجود أفضل من القيام فأنت إذا جلست على الأرض أو مات بالركوع ثم سجدت سجود طبيعي أفضل من كونك تجلسين على الكرسي ولا تسجدين بارك الله فيك فيسقط عنك القيام لهذا السبب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم أم أحمد تقول زوجي يكلم حريم وأنا أتصنت عليه من وراء الباب ما حكم ذلك ما ينبغي لك يا أم أحمد وأنت امرأة صالحة أن تتخلقي بهذا الخلق ليس جيدا وزوجك الله عز وجل هو الذي يحاسبه لكن أكثري على أكثري لزوجك من النصيحة الحبية اللينة الرفيقة حاول قدره مستطاع أن تستكشفي من الذي ينقصه لأن من الأزواج من يعاني نقص مثلا في علاقته الزوجية فاقترحي عليه بدلا ما يلجأ إلى الحرام أنه يلجأ إلى الحلال قل له تزوج ما فيها شيء أو تكتشفين أنت بأنه مجرد فقط شهوة أو عبث أو لعب مثلا فاذكرين بالله يعني حاولي قدر المستطاع أن تبعثي له رسالة من دون مباشرة قولي له نقصك شيء مقصر بحقك أنا شيء مثلا سامحني يمكن أنا مقصر أو شيء من هذا الكلام ترى الرجال يشعرون بهذا بارك الله فيك يا محمد و تركي قضية التصنة لا بالأذن ولا التجسس على الجوال ولا على المحفظة ولا على شيء من هذا هذا ما يليق بالمسلم أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق انتهت الأسئلة والحمد لله أيضا مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة مسجلة عبر إجابة على أسئلة الواتس أب غدا و يوم السبت أيضا موعدي معكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا ترجمة نانسي قنقر